سيدة سيبونينة أعود معك إلى موضوع المفاوضات تبعتي ربما معنا تصريحات وزير الخارجية تركيا الذي تحدث عن تقدم في المفاوضات بين تركيا بين روسيا وأوكرانيا الجانب الروسي أيضا تحدث عن تقدم إيجابي أيضا هو أيضا تحدث عن ذلك ما سقف التنازلات التي يمكن أن تقدمها موسكو في هذه المفاوضات المستمرة حتى الآن ربما لتسهيل إمكانية التواصل إلى اتفاق على الأقل في الجانب الإنساني كمرحلة أولى روسيا لن تقدم أي تنازلات لأنها تتقدم في أوكرانيا وهناك مدن جديدة تسيطر عليها فالتنازل هو فقط من طرف أوكرانيا فهذا ما تنتظره روسيا ولكنني أنا لا أعول كثيرا على هذه المفاوضات نعم تراك لاحظوا أن هناك تقدم ضئيل وهو في موضوع تحييد أوكرانيا يعني بدأ الحديث حول هذا الموضوع ولكن أعوائق كثيرة جدا وأمريكان يحردون دائما الرئيس الأوكراني على اتخاذ مواقف صالبة أنا لا أعول كثيرا على هذه المفاوضات طيب عندما تقولين سيد سيبونينا بأن من يجب أن يقدم هذه التنازلات هو أوكرانيا وليس روسيا لأنها تتقدم عسكريين وميدانين هل نحن هنا لازمنا نتحدث عن المفاوضات أصلا؟ نعم المفاوضات ستستمر لأنه مثل ما عاشرتم منتم قبل قليل هناك شق إنساني وهناك ممكن أن تكون نجاحات في هذا الشق على أقل تبادل الأسرة وأيضا موضوع مبرات إنسانية وهي ممكن أن تكون تمهيدا للمفاوضات فيما بعد عندما حيكون الاستعداد لدى أوكرانيين لإجراء مفاوضات جدية يمكن بعد ما يفقدون بعض المدن كمان ممكن حيستعدوا لهذا الشيء دعم